في الجميل المحترف في الدور السعودي لا نتكلم عن نادي الاتحاد فقط لأن كل جماعي الأندية ما شاء الله تثني على أداء اللاعب هذا ومتعته داخل الملعب سعدين بتواجدوا معنا لكن الاتحاد اليوم ظهر خليني نتكلم روح اليوم كان فيه كان فيه عطاء من اللاعبين داخل الملعب صحيحة النتيجة دائما ما توفق فيه لكن سؤال الكابتن في لانوافا ليش الاتحاد ما قدر يحافظ على الهدف التقدم وليش ما قدر يسجل النوصل للآ inherي فرص كثيرا الهدف سفر كثيرا ونحن رضا لم نرحلٍ نحن لدينا احسنت كنا انا حاولنا هذا للعج warum ونأصلا طoreاين لقد وداع حسنا لكننا ا webinar مقال autop網 لقد جدنا كل شيء الى الخروج ولهذا اللعنان الاتجاب من الناحية التكتكية التزموا مجهود جبار تقدموا في النتيجة وبرضو لسوء الحظ ما تم تعزيز النتيجة من خلال الفرص اللي جات برجع بيعد عليك مرة ثانية فيه شعور بالحزن من هذه الناحية النتيجة اليوم ممكن تنعكس سلبا ولا ممكن تكون حافز بالنسبة للمبارا القادم الريسولتات دوي با سيرون با فكتار نيغاتيبا مينو با سيرونة موتيباسيون يمكنني ذابقنا امن تعملoc ثانية في القر CHARLAY Uh İng Com 79 تجد الحظ كما نفعلها للحز heart الرغمون با السيد كما نونية اللجة ونش战 حظه لها الناها الرغم وما لدينا ذلك اللغة یا الع ardحار اخوذ بميز państwa قول ما عدد معد فيه شعور يعني ينعكس سلبا على المباراة اللي بعدها لا أبدا الآن كل المباراة حييتعامل معها كأنها نهائي لأنه معد فيه وقت للندم الآن منرفع رأسنا ومنطالع المباراة اللي بعدها نطلع بالثلاثة نقاط نتعامل مع المباراة كنهائيات سؤال الأخير في الونافق كمحترف وأيضا نجم صاحب إمكانيات وتواجد في نادي الاتحاد في فترة فيها شباني لصاعدين الفريق الأول حمل كبير عليه داخل الملعب وفي تحضير المباراة لأن الجمهور تعتمد دائما على المحترف اللي يعمل فارق من النادي وأما الجمهور اتحاد كبير على الفل النوف والضغط عليه كبير الحمل عليه كبير وغضه الملعب Al ver muchos jugadores jóvenes en ese momento tan difícil, ¿eso lo supone como una carga extra a usted a la hora de jugar? Porque la gente siempre piensa en que usted va a marcar la diferencia. Pero al ver tanta gente joven, ¿eso lo supone una carga extra? Para nada, no pienso en eso. Solamente pienso en cada partido dar lo máximo de mí para ayudar a mis compañeros y ayudar al equipo. Esto es un trabajo de equipo y el que gana es el club de Itihad. Entonces yo no me preocupo de eso. Yo solamente intento dar lo mejor, independientemente si hay jugadores muy experientes a mi lado o jugadores jóvenes a mi lado. Yo solamente me preocupo de dar lo máximo y ayudar al equipo a sacar buenos resultados. ¿Beguardo el názar de quien se va a compartir y de cualquier fiesta en línea? ¿O es un jugador realmente muy grande? ¿No? ¿Beguardo el názar de la mesa 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 de la mesa? Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, capitán. Gracias, capitán.